مرحبا برج الميزان اهلا بكم في القراءة العاطفية هالقراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري عندنا ملكة السيوف انت برج الميزان انت لطاقتك هوائية لكن اشوف ان في هاي الفترة شرك كوايت قاعد يكابر لان ابتدت مشاعر تطلع عنده تحاول انهام تخرج الى السطح شنو هاي المشاعر؟ مشاعر تخص الغيرة عنده غيرة وقاعد يراقبك من البعيد ياخذ اخبارك بس اردي عارف ان شنو قاعد يصير في حياتك ان زينو ان كنت انت ما تشوفه مشغول اما هني في الكواليس بامور ثانية بشخص ثاني يمكن انت يا برج الميزان خلاص واصلت حياتك بدونه وهو الحين صارت عنده مشاعر تخص الكبرياء اشلون برج الميزان ما رجع سأل عني اشلون وعدني انه ما راح يتركني اه وشلون يتجرى انه مثلا يكمل حياته بدوني مشاعر تخص الغيرة والتملك هي اللي قاعدة تطلع عند شريكك عندنا الشمس الشمس هو كرت خص الحقيقة كرت جدا ايجابي حبة هذا الشخص حبة لك ممكن انك تتعامل مع شخص من برج الاسد حبة لك قاعد يطمسه قاعد يضغطه بالمشاعر السلبية بمشاعر الغيرة التملك المقارنة الشك ممكن حتى طاقة الشك عنده هل هذا الشخص اصلا كان يحبني برج الميزان هل كان صادق معاي لان الحين اشوفه مع شخص ثاني او الحين اشوفه مواصل حياته بشكل طبيعي الحقيقة تريد ان تظهر شلو الحقيقة هني تقول لي انه هو للاسف الحين معاك اه سوري الحين بدونك هو اتعس من لما كان معاك لما كان معاك كرت الشمس اقول لنا انه كان سعيد كان مرتاح كان يحس بسعادة عارمة يعني ما ناقصه اي شي في حياته على المستوى العاطفي ولكن الحين بدونك يمكن جدا هذا الشخص اشوفه ان اتخذ خيارات ثانية لما كان معاك في العلاقة وبعدين انت اللي قررت تسحب السيف على العلاقة انزين فلما حين انت ولما في السابق قررت انك تسحب السيف على العلاقة اهواني يقول لي شلون يتجرى ولكن الحقيقة الواضحة انه يفتقدك يفتقد وجودك في حياته لاجل ذلك قاعد اصير ردة فعلية او سوري ردة فعلية بدل ما تكون ايجابية بدل ما تكون بانه يصار حكب مشاعره ويقولك الحقيقة قاعد يظهرها بشكل اعتاب او شكل لوم او شكل انه يلعب دور الضحية هني عندنا الكوب الصغير يحاول مو بس انه يطمس ويضغط ويكبح مشاعره تجاهك يحاول انه يقلل من قيمة الماضي اللي بينكم يعني يقول بينه وبين نفسه او حتى الكلام اللي يقوله بين الاخرين هني اللي قاعدة اتشوف الحاج اللي يقوله عليك قدام الناس بين الناس اللي يعرفونكم او على الاقل يعرفون قصتكم اصدقائه من؟ شخصه عده اصلا ما يهمني اصلا ما افكر فيه اصلا ولا جعله بالي اصلا انا احسن بدونه وكلنا هني عارفين من اول كرتين انه هني عارف مليون فلمينة الحقيقة انه مو احسن حالة بدونك ومو بنفس السعادة بدونك فقاعد هني قلل من قيمتك وقيمة الشي اللي كان يجمعكم يوم من الايام مشاعره كلها ما فيها شوية نضج ولكن احس هني قاعد يتصرف بها الطريقة السلبية شوي نابعه طريقة تصرفاته من احساسه بالألم يفتقدك ولكن في نفس الوقت ما يتجره يقولك مثلا اني ما اشتاق لك فقاعد يظهره طريقة سلبية السؤال الثاني هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا الغصنين كرت الشراكة كرت البزنس تاوه قاعد يبرعم تاوه قاعد يطلع البزنس تاوه قاعد يخرج الى العلن وست الخماسيات وملك النار هو مو راضي او خلني اقولها الكتيري يا برج الميزان عشان نكون صريحين هو لحد الان متمسك بقرارة بالانفصال عنده عتاب عنده لوم بس يقول بينه وبين نفسه ان لو رجع فين الوقت ما راح اغير شي راح اظل انفصل عن برج الميزان ليش؟ احس انه في شي كان محتاج انه يسويه بخصوص علاقاته بخصوص البزنس البزنس كان يبي كبرة كان في مرحلة انه قاعد محتاج وقت وايد يركز على نفسه يبني مستقبله بعيد عن العلاقات وعن الناس يرتب اموره حتى مع اهله في البيت عنده مشكلة في اولوية من الى الكلمة الاخيرة بخصوص ارتباطه مثلا داخل المنزل مدى احترام اهله له وعائلته وعائلته ما يحترمونه يمكن لانه ما انجز وايد ففي ذيك الفترة اهو احساسه ان انا لو ضليت مع برج الميزان راح اكون مشغول في الحب وفي الاحساس الجميل ما راح يأتيني الوقت ولا الطاقة ولا راح يكون عندي دافع اني اطلع واروح اثبت نفسي وانجز واحقق هني اشوف كرت فيه اموال حقق لنفسه مستقبل دخل اوجد لنفسه ممكن شراكة حتى شراكة عمل شراكة جدا ناجحة جدا لها مستقبل واعد وحصل على الاحترام شوف انفصل عنك هو يقول لهني انفصلت عن برج الميزان ولكن ما اقدر اقول اني ندمان لانك استغلت هذا الوقت ووقت الانفصال بدني انجز اموار جدا مهمة على الصعيد المادي على الصعيد العملي على الصعيد البزنس مالي وحصلت على اشيه ما كنت املكها قبل حصلت على الاحترام من الناس ابتديت ابيان عند الناس ان انا شخص جاد ممكن ممكن جدا هني عندنا كرت الشمس وكذا طاقة نارية عندنا طاقة برج الاسد جدا واضحة وعندنا ايضا الحمل والقوس لكن اكثر شي حاسها ممكن تكون حمل او برج الاسد فهني كأنه مو ندمان لانه يحس انه كان ضروري انه يثير الانفصال عشان يروح ينجز اما ينجز اشياء اما يروح يكمل العلاقات الثانوية اللي كانت عنده لانه يحس انه يشوف داخل يعني حتى لو ضل معك في علاقة رح يضل مثلا يخون رح يضل عنده خيارات ثانية فمو حق ومو عدل انه يخليك في حياته ويخونك في نفس الوقت فهو يقول انه احسن ان انا سويت هذا الشي عشان ما يتم في حياتي واتم اغلط في حقه مثلا هاي طريقة تفكيره السؤال الاخير ما هي خطوة القادمة عندنا سبع الاكواب انا توقعت ان هذه رح تكون خطوة القادمة لان هذا الشخص تصرفاته شوي غير ناضجة وتقدر تتنبأ بافعاله افعال انه رح يضل يحط عين عليك يسأل عنك من بعيد يراقب كل خطواتك كل تحركاتك ما يبي يرجعلك الحين احس طاقته وعنك في نفس الوقت مو مستعد انه خلاص يتخلى عنك للابد لا يضل حط عين عليك من بعيد عشرة الاكواب اوكي ست الاكواب اتشوف انه شوية بس هنا من يأسسه وينجح زيادة في عمله وفي المادة وفي الدخل ماله رح يحاول على طول انه يشغل نفسه في الحياة العاطفية على طول رح يتوجه نحو الزواج والحب والتعارف ستة الاكواب في شخص انت يا برج الميزان مر عليك شخص سمعت انه هو زميل عمله سمعت انه هو مثلا من اهله من معارفهم مر عليك سمعت باسمه شخص احتمال حتى من ماضي الشريك هو اللي رح يحاول انه يرد يفتح معه باب هذا الشخص يرد يفتح معه باب يرد يحاول انه يرجع له او يكلمه ياخذ اخباره لان هذا الشخص تشوف انه تغيرت نواياه صار الحين صار يقدر شريكك لا تنس انه شريكك الحين قاعد يحقق انجازات مادية مهمة قاعدة تغير فلوس فقاعد تشوف انه ممكن يكون بالعكس انسان زين اني ارتبط فيه لانه صار انسان عنده فلوس عنده احترام عنده جاه امام الناس عنده جاه كان ولا شي حين صار عنده جاه كان زينه وكانت صار حين صار مكون نفسه ولكن اللي راح يصير هو سبع الاكواب بما معناه الخطوة اللي هني اتشوفها راح ياخذها مو تجاهك انت ام هذا الشخص من ماضي شريكك راح يأتي مثل ما قلت لك يعرض نفسه على الشريك مرة ثانية وارد يعطيه وعود واحلام وردية ويعده بالحب رغبة بالحب لانه اصلا شريكك فاقد هذا الشي في الفترة الاخيرة صار تركيزه كله على العمل سبعة الاكواب هذا الشخص يحاول انه يحتال ممكن جدا انه يكون من الابراج المائية يحاول انه يحتال عندنا حوت عقرب سرطان طاقته عن طريق الدلع والسوالف الحلوة والسوالف الطيبة يخليك تنسى يخليك مثل اللي تدخل في غيبوبة ما تحس باللي حولك ولكن للأسف اشوف كأنه ما في تدخل الهي رح يسد الطريق بين هذا الشخص اللي حاول يدخل في حياة شريكك لانه مو هو اللي المفروض يكمل طريقة معه ما احس انه جدي احس رقم سبعة وهو نهاية مسدودة للطريق بين هذا الشخص اللي من ماضي شريكك احتمال وشريكك فحتى لو حاول بكل الحيل والألاعيب انه يرغبه فيه يعرض نفسه عليه يفتح معه باب من جديد ما حس انه في باب رح ينفتح لانه شريكك اصلا لحد الان ما قطع الامل منك ومن علاقتكم نشوف الحين العزاب 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 اول سؤال لكم ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك الكوب الصغير ممكن يكون من الابراج المائية حود سرطان اقرب هذا الشخص ما يخلي احد في حاله يعني لازم اقرأ الطاقة لي امامي اوكي هذا الشخص ما يغلي احد في حاله من نوع اللي اي احد يطوف عليه اذا هو مثلا رجل اي امرأة يشوفها يقابلها يحاول معها يحاول ان يفتح باب معها اذا كانت هي امرأة فهي امرأة مثلا من نوع اللي تبتسم للكل تحاول مع الكل توهم الكل فاتح الابواب للجميع ولكن ولا واحد من هالابواب هو باب جاد الكلام المعسول للجميع اوكي بوفي اسمي انا بوفي شخص مثل البوفي ادخل واختار الاصناف اللي يتناسبك ما حسي نجاد من زين الكوب الصغير طاقة المراهقين معناتنا مو ناضج ومو جاد في الارتباط او في الاستمرار حتى في علاقة جادة لفترة طويلة عشر الاخصان هاي التصرف يخز اكبر منك بعشر سنوات يمكن اوكي او في شي صار في حياتي قبل عشر سنوات تجربة حب فاشلة حب كبير جدا كبير مستوي روميو جولييت ولكن مر تجربة حب فاشلة فترة جدا طويلة ممكن حتى تكون من عشر سنوات ولحد الان قاعد يحمل يحمل نتائج والم فشلة بذيك العلاقة معا لحد الان الجروح شفت الجرح اللي تشوفه لحد الان ما التأم هذا اللي يعاني منه هذا الشخص ثماني الاكواب وقلت لك هني يفتح الابواب مع الكل ولكن ولا باب يفتح الحديث يتكلم مع الكل هذا الشخص يحاول مع الكل ولكن مو بنية جادة انه فعلا يستقر يتزوج للاقي الحب لان من يشوف ان الشي بتده يصير جاد بتده الشي يصير ليتحول لعلاقة لحب لارتباط للشي خلاص ثابت على طول يرحل او اذا ما يرحل يسبب شيء يستفز شيء في الطرف الثاني عشان يخليك مثلا انت ترحل الطرف الثاني اهو اللي يرحل عرفت؟ دائما نحس عند طاقة انا اتقدم مثلا للزواج لناس كثيرين ولكن ما في احد يقبل فيني قاعد يتكلم انه انا مالي ذنب كل اللي قاعد يصير هو بسببه ترى اهوه ما قاعد يتحمل مسؤولية افعاله لان اهوه اساسا نيته مو حقيقية بالارتباط ولكن قاعد ينوم الاخرين انا احاول ولكن ما في احد يبيني هو من داخل ما يبي يرتبط بهذلين الناس انزل ليش رح يأتي في طريق قدام انه هو ما يبي يرتبط خلا نشوف السؤال الثاني خلا نشوف وظيفته وشكله وشنه ايضا تحت راسه عندنا كرت الزاهد او الناسك عشر اوكي لما يلتقي فيك برج الميزان طريقة تصرفاتك خصوصا الهوائية طريقة تصرف الهواء الهواء غير متعلق بأحد حر يسافر لكل مكان يطلع من كل مكان ما في احد يقدر يحبس الهواء صح؟ هذه الطريقة الهوائية طريقة تصرفاتك احتمال حتى عدم اهتمامك عدم تعلقك فيه لما تلتقون اوه ولا راح يخلي هذا الشخص من بين هاي الطبع اللي فيه انه دائما يعرض الحب والغزل على الكل انه يتوقف عندك انت يفكر يقول ليش هذا الشخص بالذات من برج الميزان ما اقدر اشيله من بالي ليش اهولي لحد الان اظل افكر فيه عالق بالي وليش هذا الشخص انا قدرت على الكل كل الناس قدرت اقنعهم ان يرتبطون فيني ليش هذا الشخص مو راضي او مو مهتم حتى رحلت او بقيت مو فارق عنده برج الميزان ليش؟ التساؤل بسبب تصرفاتك عند اشوف بعد احتمال كبير انه ممكن يشتغل فيه اه شيء خاص الامن ممكن وزارة الداخلية وزارة الدفاع جهاز امن جهاز قضائي اشوف هذا النوع من ولكن اكثر وقت عمله يكون في الليل اكثر وقت عمله عشر الخماسيات يملك الاموال يملك كل الاموال لانها اكبر منك اصلا في السن مؤسس نفسها ولكن مو مستعج فعلا للزواج ما يبي الزواج رافض الفكرة يهرب من الفكرة قاعد يتعذر ان انا اتقدم بس يرفضوني انا احاول بس ان رفض الاعذار وحتى الساحر طلع مقلوب الساحر لما يكون مقلوب معناتها طاقة تكون شوية سلبية احس اهني في هذا الكرت ام قلت لك مجال عمله شوي ام ما بقول لك مشبوه ولكن رمادي يعني مو غلط ولا صح ولكن فيه نوع من خلا نقول قساوة انت اذا سمعت عن مجال عمله راح تحسن فيه قساوة ام ممكن ان يكون حتى يشتغل في تحقيقات يضطر ان يكون قاسي من اجل العمله عرفت؟ او يلبس نوع من الروب يلبس نوع من اللباس الرسمي اللباس الخفي عشان يؤدي عمله هذا اللي احسه اهني قاعد يقول لي انا ما احتاج لأحد انا املك صح كل الاموال كل الاشياء كل الصفات كل الاشتراطات تنطبق عليه عشان ارتبط ولكن ما ابي حقيقة ما ابي ما احتاج لأحد لان ليش لان امار بهاي التجربة الفاشلة وصار يقول انا افضل ان اكون بروحي بروحي انا ما احتاج لأحد ولا احد يقدر يأذيني ولا يجرح قلوي ولكن اشوف ان انت فعلا عن طريق تصرفك بالطاقة الهوائية راح تستفز في التساؤل الاحتمال كبير ان هاي التساؤل يتحول الى طاقة اتخلي هذا الكرت ينعكس عنده اصير مستقيم اصير عنده رغبة في الزواج اصير عنده رغبة انه اعرفك يقضي معاك وقت اكثر خلا نشوف كيف المفروض تتصرف مع هاي النوعية من الاشخاص اصير عندنا الخماسي الصغير عشر الاكواب عشر الاكواب هني يقول لك في هاي الطاقة انا سعى انا سعى انا سعى معاك وبدونك انا راضي مكتفي حتى اكتفاء يعني مو محتاج ولا شي ما عندي قائمة بالاشياء اللي احتاجها وحتى مثل ما اهوي يقول انت ايضا تسوي مثل نظام المرايا تعكس طاقة اهوي يقول انا ما احتاج احد انت بعد تقول انا ما ابحث عن الحب انا مو اخر هم الحب انا مو محتاج ولا شي انا سعى عيد بروحي هاي الطاقة ولكن هذا الشخص راح تستفس فيه طاقة فضول لان عنده الزاهد اللي يبحث عن شي منتصف الليل او في الظلام الخماس الصغير مقابل الغصن الصغير اللي راح يصير مقابلة للطاقة اهو من نفسه راح يرجع مصار عنده تساؤل بخصوصك اهو راح يرجع يقدم لك عرض وما بقول لك عرض الزواج وعرض كبير لا راح مجرد يحاول ان يتواصل معاك يفتح معاك ابواب غير رسمية للتواصل بينك وبينها مثلا خلني احصل على انستجرامك خلني اطلع طلعت عشاء لو انتوا مثلا تقبلتوا في مكان العمل او يحاول مثلا حتى اشوفه هنا يخلق نوع من العزيمة نوع من التجمع لما يجمعون في الاهل والاصدقاء والمعارف فقط انزينك حجة عشان انت راح تكون ايضا في هاي التجمع مثلا لنعرف اذا عزمتهم وهو ايضا برج الميزان راح يكون موجود اذا قابلت مبادرة حتى هذه الصغيرة اللي مو واضحة مو مباشرة مو ضخمة مو على طول راح تقيدك للزواج ولكن اهي راح تكون اول خطوة في جسر السعادة الكاملة اللي هو الزواج بالنسبة بالنسبة للي يبونا يعني بيجوف وانز ردك على دعوته على عرضه اهو اللي راح يفتح الطريق بينكم اذا انت تريد ان يفتح الطريق في ناس يقولون لي لا مو ابي هاذا الشخص ابي غيره انت حر يا برج الميزان ولكن هاذ هي الطاقة المتوفرة من اجلك خلال شهر ثمانية خلا نشوف المرتبطين برج الميزان اول سؤال لكم كيف يراك الشريك الكوبين الشريك يشوف ان انت شوي عندك طاقة ما بقلك تحكم تملك نوع من الغيرة ولكن الغيرة الجميلة الغيرة اللي تحب ان الشخص هذا اما يكون مشغول فيني او شي يخصني يعني حتى لو موجود معي في نفس الغرفة ابي ان يكون يسوي شي بعيد عني ولكن يسوي شي عشاني انا وقته جهوده افكاره ابي اكون انا فقط انا اللي موجود عنده طاقة اللي انا الكل في الكل يشوفك ان انت تحب هاي الطاقة خلال هذا الشهر وقاعد يشوف منك هذا الجانب بس هذا الجانب ما اشوفه نطاقة سلبية ترى اربع السيوف وراها فارس الارض برج الميزان خلال هذا الشهر شريكك احتمال رح يختار انه يذهب اما في بعثة اما في نوع من السفر بعيد عنك ولكن مو من اجل مو من اجل انت هنا يقولك لا تفكر انه بسبب تصرفاتك هذا الشخص قاعد يقول بينه وبين نفسه ان احتاج وقت خاص فيني لانه فارس الارض يحمل الخماسي في يده بس مو شرط يحمله من اجل ان يعطي شخص هذا شخص جدا فارس الارض او فارس الخماسيات فارس وفي فارس يمكن الاعتماد عليه بطيء ولكن وفي يمكن في شيء ان تطلبه من شريكك وشريكك قال لك رفض طلبك في الفترة الاخيرة فشريكك يقول لك انا اقدر اعطيك هذا الشيء ولكن احتاج وقت اكثر احتاج وقت اكثر عشان ارتب اموري عشان اسوي الامور بالطريقة الصحيحة يمكن شيء بخصوص الاموال بخصوص الانتقال الى منزل ثاني الخروج مثلا من منزل الاهل الزواج حتى شريكك هني قاعد يطلب منك وقت زياده عشان يرتب اموره بالطريقة الصحيحة بقاعد تشوفك ان انت مثلا احتمال شوية مستعجل لان عندنا هني طاقتين تريد الهدوء والبطء في الحركة يمكن انت شوية مستعجل تريد الشيء الحين يصير اشوف ان عندكم الحب ولكن اما الزواجة اما الشيء المادي ترغب فيه الحين عندك شوية طاقة استعجال خلنا نشوف ما هي نقاط قوتك مع الشريك في العلاق سوري احني عندنا عشرة الاكواب عشرة الاكواب مو الكوبين احني عندنا الكوبين طاقة السولميت الغصن الاول السيف الصغير نقاط قوتك مع هذا الشخص انت احنا نقول في مثل يقول اذن من طين و اذن من عجين انت تمثل هاي الطاقة باجمل صورها يا برج الميزان وشريكك اشوف فيك ايضا هذا الجانب جانب اللي مهما كان اداء هذا الشخص مهما كان بطيء يمكن انت في مقارنة بينك وبين محيطك الناس اللي تعرفهم الاصدقاء ان انا مثلا شريكي سوالي هل انت شريكك سوالك بعد مثلا بنت خالتي زوجها سوالها كذا حبيبها سوالها كذا يحاولون في اشخاص هني يحاولون يأتون لك بالاخبار عشان يستفزونك عشان يغيرون بينك وبين شريكك يدخلون بينكم ولكن من نقاط قوتك ان انت ما تسمح لهم ما تثق بهم ما تثق بهم حتى الكلام اللي يأتيك كاشفهم خلا نقول كاشفهم برج الميزان فاي اخبار استفزازية اي اخبار تحاول ان تغير علاقتك مع الشريك انت تصدى لها وبقوة هذي من نقاط قوتك من نقاط قوتك ان علاقتكم قاعدة تمشي وتنغرس بقوة انزين فالطريق الصحيح ولكن متجردة يعني بدون ما تقعد تفكر والله اهلي شن يبون واصدقائنا شن يتوقعون ومعارفنا شنو راح يقولون هني قاعدة اشوف علاقة قوية ما بين شريكين وما يهمها وايد رأيي الاخرين معايير الاخرين هذي من نقاط قوتك ترى مع الشريك انزين اخر سؤال المرتبطين كيف التوافق بينكم راح يكون خلال شهر ثمانية سوري بمو ان هني طلع عندنا عشر الاكواب اللي انا غلط و قتلكم الكوبين في كيف يراك الشريك نقطة اخيرة راح اقول لكم اياها شريكك احتمال اشوفك ان انت خلال هاي الشهر جدا مشغول ما بقولك بالاخرين ولكن مشغول انك تضيف الناس عندك مثلا زواج في العائلة زواج ما بين الاصدقاء في احد محتاجك انت قاعد تساعده في شيء خاص ضيافة اشخاص شيء خاص ترتيب لحفلة زواج لحفلة عيد ميلاد ترتيب لايفنت معين تنسيق لحدث معين اشوف ان انت شوي مشغول عنه انزين في هاي التنسيق بهاي الاشخاص ممكن جدا ان يكونون اصدقاء او زملاء ولكن في نفس الوقت هذي مو دعوة للتدخل بينكم انزلنا خلنشوف التوافق بينكم عندنا الساحر ملك الارض سبع الاكواب مرتبهم شذي احسن التوافق بينكم رح يكون ممتاز ولكن مشروط هني قاعدة اتشوف احتمال كبير ان انت رح تستعمل الطاقة الهوائية في التواصل مع شريكك خلال هذا الشهر لان عندي الهني رقم سبعة شهر سبعة لا وشك انه ينتهي كأنما هني الرقم هذي يقولك انت محتاج تغير اسلوبك مع الشريك هني في كارت الساحر انت لحد الان قاعد تتكلم معه بالطاقة الهوائية الطاقة الهوائية جدا ما فيها اي مشكلة جدا قوية جدا ممتازة ولكن يعتمد على الموقف انت هني محتاج تقيم الموقف النصيحة لك انه تبتعد عن طاقة المادر احسها عنف احسها طاقة هني الساحر اوامر طاقة رح اقولي الحقيقة بس ساعات الحقيقة جارحة رح اقول الصراحة بس ترا ساعات الصراحة وقاحة حاول انك تبتعد عن الجانب الجاف من شخصيتك لان انت بحاجة عشان تتواصل فعلا مع شريكك بالطريقة الصحيحة تشوف شريكك عنده كارتين احتمال ان شريكك ايضا شريكك برج ترابي جدي ثور عذراء عنده كارتين في هاي الجانب ترابية بما معناه احس ان شريك جدا محتاج منك هذا الشهر اول شيء عشان التوافق يكون مئة بالمئة طاقة الهدوء الرضا القناعة عدم المقارنة وضعنا بوضع الصديق وضعنا بوضع احد من الاهل وضعنا بوضع احد من الاخوان طاقة الاستماع طاقة ان لا تحاول تتحكم بزمام الامور بالشريك طاقة المرونة طاقة الحنية هذه طاقة الارض اذا اخذت طاقة الارض اكثر توافقك مع الشريك ان شاء الله رح يكون جدا ممتع توافقك ترجمة نانسي قنقر